يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ويقول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه شيخا الكريم دكتور محمد النبيسي هي أيام وليالي معدودة تفصل بيننا وبين شهر رمضان فقد انتهينا من نصف الأول من شهر شعبان بارك الله لنا به وبلغنا وإياكم رمضان نتحدث في هذه الحلقة عن التحضير والاستعداد وتهيئة النفس لإستقبال هذا الشهر الفضيل ونبدأ معكم بما يجول في خاطركم على شهر رمضان دكتور محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمه وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة أنا بين أيدينا أداة يستعملها معظمنا هذا الهاتف الخلوي هذا الهاتف لا بد من شحنه من حين إلى آخر فإن لم يشحن أصبح قطعة من البلاستيك لا معنى لها إطلاقا الإنسان المؤمن يحتاج إلى شحن يشحن كل يوم خمس مرات بالصلاة وكل أسبوعين في صلاة الجمعة شحن عيار أثقل وعنده شحن سنوية برمضان شحن يومية بالصلاوات الخمس شحن أسبوعية بخطبة الجمعة وفيه شحن سنوية برمضان وفيه شحن بالعمر كله الحج عبادات هدف الكبير عقد الصلاة مع الله أصل هذه العبادات أن يذوق المؤمن حلاوة القرب من الله فمرة أمره أن يدعى الطعام والشرب مرة أمره أن ينتقل من بلده إلى بلد بعيد يعني العبادات منوعة بس كلها تصب في خانة واحدة أن يحكم المؤمن من خلال هذه العبادة الصلة بالله عز وجل الله من صاحب الكمال والجمال والنوال لو أخذنا الجمال كل ما في الكون من جمال مسحة من جمال الله كل ما في الكون من جمال طبيعي جبال قضراء سهول بحار طفل جميل وجهك القمار نباتات لا تعد ولا تحصى مزروعات حقول كل ما في الكون من جمال مسحة من جمال الله أنت في هذا الشهر تتصل مع أصل الجمال فإن لم يكن هذا الشهر أسعد أيام العمر هناك مشكلة كبيرة أن الإنسان لا فهم حكمة الصوم أراد الله عز وجل أن يجعلك في ظرف تحكم الاتصال به شهر ثلاثين يوم طعام في النهار ما فيه فأنت أمرك أن تدعى أشد الأشياء قرب منك تلول الطعام حتى أكل الطعام مباح ما نهاك عن معصية نهاك عن مباح يعني إمعانا في الامتحان يعني مثلا أب أعطى ابنه يعني هيأله أرقى مدرسة بأعلى قصد هيأله ألبسة جيدة هيأله حاجاته كلها هيأله مبلغ يعطيه إياه كل يوم نعم فمرة في أكل على الماء من صنع أمه والأكل نفيس جدا قال له الأب لا تأكل يا بني ألا ينبغي أن كل هذا الخير من أبيه كل هذا الكمال كل هذا العطاء كل هذه الحكمة هذه الأشياء كلها ألا تسمح لهذا الأب أن يعطيك أمر لم تفهم حكمته حاضر بابا ما باقول الله عز وجل أراد أن يمتحن عبوديتنا إليه نهاك عن شيء حلال عن طعام وشراب وكأسماء فالصيام عبادة الإخلاص يعني الإنسان يدرسوهم أمام الناس يدخل لبيته ما في جهة تراقبه ويتناول كأسماء بارد أقول كلمة دقيقة يعني حينما تصوم معنى ذلك أنت مؤمن إيمان عملي أن الله معك لأن لا أحد من الناس أما من الناس صائم أن يتحقق من دقة في بيتك وحدك حتى ما في زوجي لا في أولاد والسلاجة فيها ماء بارد وأنت عطش بشكل فضيع ما في جهة بالأرض تضبطك بهذه المعصي إلا الله فحينما لا تشرب معنى ذلك أنت مؤمن أن الله معك حتى العلماء سموا هذه الطاعة عبادة الإخلاص لله عز وجل الصيام الصيام جميل طيب دكتور أعود إلى أصل الفكرة وربنا سبحانه وتعالى لا يحتاج مننا عبادة ولا امتناعا عن طعام ولا عن شراب لماذا كانت عبادة الصوم يعني أراد الله أن يعيننا على أن نتصل به من خلال هذا كي نذوق طعام القرب منه حملنا على أن نعقد اتصالا معه من خلال عمل يمس حاجاتنا دعك دع الطعام والشرب يا رب لماذا دعك دعك طعام تنفيذا لأمر الله عز وجل حبا بالله فهو أعطاك أمر يتناقض مع حاجاتك اليومية من أجل أن تشعر أنه أنت قطعت الله وقدمت شيء سمين له من أجل أن تذوق طعم القرب وأنا بقول كلمة لأخواننا المستمعين يعني أنت إن لم تقل في شهر الصيام ليس أحد أسعد مني في عندك مشكلة تارك طعامك وشرابك لوجه الله لوجه خالق السماوات والأرض لوجه ملك الملوك لوجه مالك الملوك لوجه قيوم السماوات والأرض لوجه الذي سوف تقف يوم القيامة بين يديه هذا الصيام عبادي من مستوى عالي جدا لماذا لرمضان هذه البركة العظيمة الكثيرة يعني الدكتور بالحديث اللي بدأنا فيه من صامر رمضان وفي الحديث الآخر من قام رمضان فالصيام في النهار والقيام بليل إذن رمضان من أوله لآخره ليل ونهار هو مبارك أبدا ما سر بركة رمضان دكتور يعني هو الحقيقة سؤال دقيق جدا الله عز وجل يتجلى على عباده نعم بتعبير آخر يعني تتنزل السكينة على قلب المؤمن عقب طاعة عقب مؤثرة عقب جهاد عقب إنفاق عقب 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 إنه العمل الصالح يصعد إلى الله نعم يرجع للعبد سكينة استقرارا سعادة توازنا يرجع سكينة نعم فأنا بقول إنه أكتر عطاء إلهي بالصيام أن هذا الصائم يشعر لأنه أطاع الله وركل شهوته بقدمه والجو حار والماء بارد ترك كل هذه الأشياء التي تريحه لجسمه تقاء مرضات الله يشعر أنه هو يعمل عمل مع الله كبير هذا العمل وإن كان سلبي بس سلبيته إيجابية المقصود بسلبي أي الامتناع امتناع ما فعل شيء ما أعطى ما أنفق أما سلبيته إيجابية يشعر أنه الله بيحبه هذا الشعور هو تكأته للاتصال بالله عز وجل ونعم بالله طيب شيخنا الفاضل القرآن الكريم مربوط كثيرا في شهر رمضان ودائما نقول أن رمضان هو شهر القرآن رمضان أنزل فيه القرآن ما الحكمة في أن يرتبط القرآن الكريم بشهر رمضان مبارك يعني الله عز وجل في أشهر مقدسة عند الله عز وجل نعم رمضان شهر مقدس ونالك من الزمان من هو خير غيره من الأزمنة كرمضان لذلك الله ربط نزول هذا الكتاب الأول للبشرية بشهر رمضان يعني جمع بين شيئين كبيرين نعم بين كونه كتاب الله وبين نزوله في شهر رمضان المبارك سبحان الله هل فيها رسالة مثلا دكتور للمسلم بأن يكثر تحديدا من عبادة قراءة القرآن في رمضان مثلا أكثر من عبادات أخرى ممكن لكن الأصل أنه أنت أمل لك دورة تدريبية نعم سنوية دورة تدريبية سنوية نعم بتعبير معاصر دورة مكسفة أنت عندك مدرسين من كل المواد بس لأن الرياضيات مادية صعبة جدا يجرى للطلاب دورة مكسفة في الرياضيات لأسبوعين كل يوم في محاضرتين تسمى دورة مكسفة فرمضان دورة مكسفة للمؤمن نعم يعني في شهر شهر عبادة شهر قرآن شهر أنفاق الزكاة شهر أنفاق الصدقة دكتور شهر صدقة الرحيم أنت شبهت شهر رمضان بالدورة الإيمانية التدريبية أي دورة تدريبية يقيس المشارك نجاحه فيها إذا تحلى بمهارات إضافية كمسلم ما الذي يجب أن تحلى فيه بنهاية رمضان يجب أن يشعر أنه إذا تصل بالله وأسعد الناس هنا في الصلاة بالله على أسر ترك المباح دافع ثمن هذه الصلاة ما سيحدث قال لك والعمل الصالح هو يرفعه إنسان طرق بابك بحاجة لمال ومعك مبلغ لا تمليغ غيره فلما ألحى عليك وتأكدت أنه فقير دفعت كل ما تملك لهذا الفقير نعم لو أنه هلأ أردت أنت تصلي المغرب أنت فعلت شيء مهم معك مبلغ أنت بحاجة إله لكن آثرت طاعة الله على حاجتك صلك عمل صالح تقدمه بين يدي الله عز وجل لذلك الآية والعمل الصالح هو يرفعه الاستقامة سلبية بتقول أنا ما كذبت ما أنا ما غشيت أنا ما غذبت كلها فيها ماءات العمل الصالح عطاء أنفقت من علمي من مالي من قوتي من جاهي نعم دكتور في الحديث القدسي الذي يقول فيه الله سبحانه وتعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزبه فيه معنى عميق وخطير عميق جدا لماذا خصصت هذه العبادة وحينما تؤمر بغض البصر نعم في النهاية لم تشوش نفسك بامرأة لا تحل لك أنت حينما أنفقت زكاة مالك جاءك الرزق وأضعاف المضاعف يعني أي عمل تفعله هناك ما يقابله في الدنيا أما الصوم يعني هذا لله فقط تركت الطعام والشراب فهو من أجل الله عز وجل لأن أحيانا بيجي غني دينه رقيق لما بينفق تجي أضعاف مضاعفة فألف أنه الإنفاق مربح مثلا لأن ينفق وهو يتمنى الربح بيجي إنسان آخر بيستقيم ببيعه شراءه لغلب تكتر وثق الناس به يعني كل الأعمال يفعلوها الإنسان إلى أثر إيجابي آني فالإنسان بعد حين يفعلوها طمعا بأثريها الإيجابي إلا الصوم ما في أثر إيجابي الأثر إيجابي عبادي صار الطعام موجود ما أكلت الشراب موجود ما أكلت إلا الصوم فإنه لي ولا معنى آخر لي يعني من أجلي وحدي ما في عمل تفعله أمام الناس إلا قد يتسرم نقطة التي أوضحتها في البداية إنه صعب أن يدخله الرياء أبدا سبحان الله نعم حتى إذا واحد صام نفل وما حكى أنا صايم يوجه الله صام لو فرض أنه لو حكى ما شاء الله الله يبارك فيك الله يكثر أمثالك لا أنا ما حكي ولا كلمة طيب دكتور في هذا الحديث نفسه فيه تتمت مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام ويقسم والذي نفسه محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيبه عند الله من ريح المسك خلوف فم الصائم معروف أن رائحة أحيانا قد تكون بشريا مزعجة لماذا جاءت الأحادي يعني الكلمات أطيبه عند الله من ريح المسك يعني إذا واحد تعطر بأرقأ مع العطور وكان بمعصية وإذا كان عم يقدم عمل صالح بجهد عضلي وعرق شديد والعرق مالح أي تراحية رائحة أطيب رائحة العطر الأفرنسي ضمن المعصية لما رائحة العرق المالح ضمن الطاعة هذا المعنى سيدي سبحان الله لما هو بذل جهد وترك الطعام إليه رائحة لفمه بس لأنه هذا رائحة الطعام اللي تركه إذا رائحة الطاعة رائحة القرب رائحة المؤثرة طبعا لا يفهم منها دكتور أن يتعمد الإنسان أن يصدر رائحة من فمه فهو يحفظ على السراك والفرشاة أبدا أبدا لكن طبيعة الجسم تنعون 16 ساعة للطعام تولد روايح لو كان يحافظ مثل ما تفضلت معظم الناس بعد العصر في رائحة ليست محمودة من فمهم ليست إرادية دكتور في ذات الحديث يعني بالجزء الأخير منه للصائم فرحتان يفرح هما إذا أفطر فرحة وإذا لقي ربه فرحة بصومه لماذا للصائم فرحتان دكتور سيدي إذا واحد ما صام رمضان وشعر ببعد عن الله كبير شعر ببعد وشعر حاله عاصي وجحد هذا الفضل بيجي العيد بيفطر بياكل مع الناس وكان عم يأكل طول رمضان بس اللي صام حيفطر بتحكياتهم يعني الامتحان موقعت الفرحة الأولى أنه الامتحان انتهى ونجحت يعني أول يوم العيد فيه افطار فأنت شعرت أنه أنت صمت رمضان إيمانا واحتسابا وخضعت لمنهج الله وهالمشقة بالصيام انتهت هلأ فرحة الأكل لأنا عفوا برمضان كله ممنوع أول يوم بالإفطار يعني بقدر يشرب كاسة شاي الساعة عشرة عيد فيه يأخذ كاسة لبان مثلا فيه يأكل كل شي فيه يشرب كل شي يأكل فاكهة متى شاء أما الصوم هيك فالفرحة هي فرحة من أيام فيها منع إلى أيام فيها فتح لا تكون إلا لصاحب الهمة ومشتهت في العبادة وشوف مشقة الصيام انتهت بقيت الجائزة واللي فطر برمضان لذائل الإفطار انتهت بقي الاسم لقيقة الفكرة سبحان الله اتنين واحد صام واحد ما صام يلي صام مشقة الصيام والحرمان والعطشة الشديد واليوم طويل بأيام الصيف إجا اليوم العيد فطر خلاص صار مثله مثل غيره بس بقي الأجر واللي أكل مفطرا متعمدا وتمتع بالأكل برمضان لم يكن بمشقة فالذي تبعه انتهت بقي الاسم والحسرة في القلب أي حنوسعه الطاعة كلها عند يوم القيامة تنتهي متاعبها ومشاقها وتبقى الجنة واليستمتع بالزنا بالخمر بالقمار طول حياته تنتهي هذه المسرات بتوهمه بالنار أمامه يعني هو بضروب بسردس دقيق شوي راكب دراجة ماشي على طريق مستوي واجه طريقين واحد نازل واحد صاعد النازل طريق معبات وفي أزهار وفي أشجار وراكب دراجة راكب دراجة ما في أريح لراكب الدراجة من طريق الهابط ما في جهد منوب والتاني صعود والصاعد في غبار وفي أكمات وفي أحجار وفي حفر والحر شديد أنا بيختار الواحد بحواسه الخمس النازل معلق لوحة مكتوب هذا الطريق النازل ينتهي بحفرة ما لها من قرار فيها وحوش كاسرة من شهر مؤكلين شيء بس لوحة وبعدين في جنب اللوحة منظار وبالطرف التاني في لوحة قصر منيف لمن وصل إليه وشيء آخر وفي منظار في تقرأ اللوحة في قصر منيف لمن وصل لهذا الصعود وفي منظار لما بشوف أنت اللوحة ومنظار هون وهون ما بيختلف قرارك كنت حتنزل هل حتطلع واضحة تمام تمام لذلك الدين في متاعب إن عمل إن عمل الدنيا سهل بسهواتي سهل بسهواتي ما المقصود عفوا دكتور بها غفلة غفلة سهى عن عواقب هذه المعاصي سهل بسهواتي لا أصلي أكل على زوء مرأة فتاة ملأ عينة من محاسينها مثلا وإن عمل جنتي حزنه بربوتي إن عمل ناري سهل بسهواتي وإن عمل الجنتي حزن بربوتي الله يفتح لكم يا دكتور قبل أن نقف الفصل دكتور هل يمكن أن يفهم في هذا الحديث إذا أفطر فرحة أن الله سبحانه وتعالى يجعل مكافأة نفسية للصائمين باختلاف نكات الطعام إلى الأطيب يعني دائما الناس يقولوا أن كاست المي عند الإفطار لها مذاق لذيذ رغم أننا جميعا نعرف أنه من خصائص الماء لا صعب لها بس هاي قوانين سيدي يعني أنت ممكن تاكل وأنت لست جائعا الطعام له طعام بس أنت لما بتكون جائع جدا تتذوق الطعام تذوق مذهل لذلك في ألمانيا في أكبر مستشفى بأكبر خطب الألماني مكتوب نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فعد هذا الحديث أصلا في الطب الوقائي الله هذا الطب الوقائي لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع صلى الله عليه وسلم الله يفتح لك يا شيخنا ويكرمك ويرفع من وراتبك إن شاء الله مستمعين الكرام إلى أفاصل قصير ونعود معنا عبر أثير إذا عدتكم حياتي أفهم لنكمل مشوارنا ودرسنا مع فضيلة العلامة أستاذ الدكتور محمد راتب بن أبلسي وحديثنا فيه عن الاستعداد لشهر رمضان فابقوا بالقرب جديد حياكم الله مستمعين الأكارم على الهواء مباشرة في مجلس العلم والإيمان مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب بن أبلسي حياكم الله شيخنا أستاذنا الكريم بارك الله بكم ونفع بكم الله يكرمك يا دكتور محمد نحبكم في الله ونحب مجالسكم لكلامكم طيب يا دكتور لا تصدق أن هناك حب كيف يستعد الإنسان بعدما تعرفنا على عظمة رمضان ومكانة أجره عند الله كيف يستعد الإنسان لاستقبال رمضان وبيننا وبينه تقريبا عشرة أيام يعني أحيانا يمكن أن تمثل الأمور الفكرية بأشياء مادية فالواحد ماشي بحياته العادية حنعمل حياته العادية مستوى رمضان في مستوى أعلى في قيام الليل يعني الترويح في تلاوية القرآن في غض بصر محكم وإن كان المؤمن كل حياته بغض بصره بس يعني شوية دينه خفيف برمضان في إتمام العبادة عبادة العين وما في غناء مثلا ما في أشياء ما بترضي الله على الشاشة تشوفها يعني في ضبط ضبط الحواس والمشاعر والشاشة وما إلى ذلك فإذا كانت رمضان بمستوى أعلى من حيث الضبط والعطاء في عندك سلبي وإيجابي الضبط والعطاء وقبل رمضان بمستوى أدنى إنسان ما في يطلع قفزة واحدة من أدنى لأعلى فالمستوى العالي يحتاج إلى مستوى مائل قبل منه يعني ضبط لسانه طيب سيدنا من قاطع حتى تأكد من وضوح الفكرة إذن رمضان كما تفضلت وكأنه قمة مرتفعة والإنسان بإيمانياته وهمته نوعا ما ضعيفة في الأسفل العادي في الأسفل لا يستطيع القفز القفز بيوم ما بصير تمام فإذا كان من خمسة عشر شعبان بدأ يعني غض بصره يصلي قياما لليل أحيانا يقرأ قرآن كل يوم الأعمال هي تتقرب تتقرب من رمضان ألفها قبل أن يأتي رمضان رمضان بيتقنها يا سلام لكن لا تبدأ في رمضان لا يبدأ من قبل حتى يعتارت عليها وفي رمضان الإتقان هذه بكل المشاريع الضخمة في مرحلة تمهيد بكل المشاريع حتى بالأعمال الأدبية في مرحلة تمهيد فالتمهيد لا بد منه جميل وعلى الإنسان الذي يغيب عن هذا التمهيد وينتظر أول يوم وكأن رمضان حبة سحرية تغيره قد لا يستطيع قد لا يستطيع طيب دكتور ونوه لمستمعين بداية الرغبين من المشاركة الهاتفية معنا على 06-516-40-20 06-516-50-20 وأيضا 06-516-20-60 في حديثكم عن الشهر الفضيل مرحبا باتصالاتكم دكتور بعض الناس يبدأ بهذا الشيء يبدأ رمضان لا تكون الهمة كما ينبغي ينتظر أو أول أيام تكون همة عال ينتظر نصف رمضان وكذلك الحال يتوسم العشر أو آخر التغيير تنقضي ليلة 27 تنقضي ينتهي رمضان ولم يتغير فيه شيء ما الخلن والله في عالم أجاب عن هذا السؤال بس إجابة قاسية يعني اسمح لي أقول لك طبعا قال العالم إذا إنسان صلى فلم يشعر بشيء صام فلم يشعر بشيء ذكر الله فلم يشعر بشيء فليعلم أنه لا قلب له خالق الأكوان تدع الطعام من أجله وانت جائع وقد يكون شهر بالصيف إكراما لهذا الإله العظيم تقربا إليه خضوعا لطاعته وما في شيء اسيدي من سابع المستحيلات أن تتودد إلى الله بشيء ثم لا ترى مودة أكبر من مودتك له بيتنزل على قلبك السكينة بتحس بسعادة لا توصف شو السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء يعطيك بسموه السكينة أو التوفيق تلاقي عملك موفق كلامك سديد نظرك ساقب القرار حكيم في بيتك سعيد بالعمل سعيد هاي السكينة ونبقى الكلمة إن لم تقل أيها المؤمن وأنا لا أبالغ بالله ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أدخى مني في عندك مشكلة كبيرة جدا سبحانه إلا أنت مع القوي مع الغني مع الجميل مع الرحيم مع اللطيف سبحانه وتعالى مع من بيده كل شيء إذن الأصل دكتور أنني حينما أتقرب إلى الله بامتناء عن الطعام والشراب أن يرزقني الله عز وجل سكينة تغمر القلب نعم ماذا لو لم أشعر بهذه المشاعر دكتور كبه صائم كما قال النبي الكريم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش فالخلل إذن في تلك اللحظة أنني لم أعطي العبادة حقها لما نفهم الصيام ترك الطعام والشراب ليس غير أكبر خطأ بالصيام هو ترك الطعام والشراب الشيء الملموس أما ترك الغيبة والنميمة واطلاق البصر وسماع الغناء وجلسة لا ترضي الله وطرف لا ترضي الله وصديق لا يرضي الله بعيد عن الدين نعم وتفلت في بعض الدول دكتور وصار هناك تركيز على بعض الشكليات أو الجماليات كزينة رمضان وكأثواب لرمضان وعزائم رمضان هل ترى دكتور أنها تزيد من روحانية الإنسان لا والله إذ كان رمضان كله عزائم وكله مسلسلات هذا ما عند رمضان إطلاقها ألغي كشهر عبادة والله لأوبالغ ألغي كشهر عبادة لأنه عنده كل يوم عزيمة طعام طيب بياكلوا بعدين في سهرة على المسلسلات وكله برامج هالبرامج يعني ما تأخذني أو بعض البرامج الساقطة صممت خصيصا لشهر رمضان المبارك تناقض بحياتنا عجيب المعصية صممت لشهر رمضان المبارك شوفي بالأفلام في خيانات أحيانا في معاصي وأسام في تفلت سيدنا من تجاوز كل هذه القضايا المحرمة ذهب إلى بعض القضايا مثل زينة رمضان وفانوس رمضان وكذا هل ترىها جميلة سيدي في عادات وتقاليد إن لم تتصادم مع الشرع ما في مشكلة هل ترىها شيخ نتتصادم لا ما بتصادم فرح لكنها بنهاية لها حجمها ليست علامة المؤمن أما أنك تفي بها انتهى رمضان أنك تفي بهذه الزينات انتهى رمضان طالب إياما بيلبس بدلة أنيقة ألم بارك القد يحط معطر بس ما عم يدروس التغط مهمته كلها تمام تمام الله يفتح عليكم لهذا الكلام طيب شيخنا الفاضل جزء أيضا من العادات والتقاليد مثل قضية العزائم الموجودة التي تحدثت على موجودة عندنا بالأردن لكثرة هل بداية يؤجر الإنسان عليها واللي عليها أن يحضر بنية والله يتمنى من أخواننا الكرام المستمعين يا أخي أش دولة بعد رمضان شو بصير أكلنا المغرب صلينا بعد إجا العشاء ما أقعد مع أحبابك أول كان لغيت ترويح لغيت رمضان إذا كان لغيت الترويح إذا ما لغيته ما في نصف ساعة نصف ساعة بعد الأكل حال جامع ريحت أما إذا كانت أخرت العزائم لبعد رمضان شوفي مانع دنيا فطار بيجوا الظهر بيعدوا تمول عشية مثلا إذا في ولائم اجعلها بعد رمضان خلي رمضان شهر العبادة فقط طيب لو كان هناك شيخنا في رمضان ولائم لكنها محدودة ليست يوميا بشكل ممكن بالمعتدل ماشي الحال تراهد جيدة دكتور نعم يعني أقارب عزم ابنه عزمة أبوه مثلا ما في مشكلة بس مو الأصل عزائم الأصل المقربين جدا إلاك دعوك برمضان وانت أمت على المغرب وروحت على الترويح بعد دمنا ما عاتبوا كوين رايح يبني روح على الترويح لم تضر في جدوى العبادات جميل دكتور هل تنصح بجدوى للعبادات في رمضان يكتب الإنسان يعني إذا كان قرأ كل يوم جزء بس قراءة متقنة نعم وقراءة مع التمحيص أي تل أمر أي تل نهي أي كونية عمل حاله هيك كتابة دراسة الآيات كل يوم جزء عشاننا قراءتين قراءة تعبد وقراءة تدبر ما الفرق بينهم التعبد كل يوم جزء باره أما التدبر بتتم بيومين بآية وحدة بأبعادة بمؤدياتة بتطبيقات العملية في القرآن عميق جدا فأنت عمل قراءتين بقراءة تحب صباحا تعبدية جزء بقراءة قل عصر قراءة التدبر مثلا بفتح مثلا أول جزء شوفي آية هيك عميقة جدا فاصلة بحياتي بوقف عندها بتمعا بأبعادة بمؤدياتها بتطبيقات العملية ماذا قال عنها المفسرون الله يفتح لك يا دكتور قراءة تعبد وقراءة تدبر الله يفتح لك يا دكتور نسأذنك نشرك معنا مستمعين الكرام في هذا الحوار على الاستعداد لاستقبال رمضان أم محمد أولى متصلين تفضلي سلام عليكم سلام ورحمة الله وبركاته تفضلي أم محمد الله عفيكم يا رب بس ممكن أسأل الشي السؤال المرأة اللي عندها أطفال ممكن في تجارة رمضان وما عندها وقت تتعبد للصلاة لقراءة القرآن نعم يكون وقتها محدود بين أطفالها ممكن في تجارة رمضان حتى تطلع منه النتائج أحسن كامل مدفر يعني للعبادة هو السؤال في مشكلة سؤالك من شان رعاية الأولاد ما عندك ولد ولا خمس دقائق مستحيل أم ما عنده ولا خمس دقائق ولا عشر دقائق أمو والله يا سيخ أنا عندي كوأم عمرهم سنتين ونص وبنت عمرها ثاني ثاني ونص إذن أنت في عبادة العناية بأولادك أنت في عبادة أنا أقول كلام دقيق ما الحد الأدنى والأعلى لها دكتور وسؤاله محمد مكلي مس كثير من الأمهات يعني في مجتمعنا يعني أنه مرأة مهما كان عنده مسؤولية عنده زوج عنده أولاد وعنده أطفال رضع ما يلتقى مع ربع ساعة بالأربع عشرين ساعة ما بيناموا الولاد بالليل ما بيناموا كلهم يعني إذن إذن هي تحاول أن تنظم الوقت طبعا نعم سيدي تنظيم الوقت حضارة طيب دكتور هي اسمها إدارة الوقت دكتور لو تعارضت مسؤوليات البيت مع العبادة لا العبادة أول لا المسؤولية أول حتى لو كان أبنى عم يبكي النبي النبي الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم بيقرأ بالفجر صفحة مثلا سمع طفل يبكي أم قرأ أقصر آية فلما سئل قال سمعت صبيا يبكي ينادي أمه ببقائه فرحمته الله أكبر إذن لو تعارضت العبادة دكتور مع المسؤوليات والأولويات في البيت فالأولوية لهذه البيت طبعا لو كانت العبادة فريضة دكتور مثلا صلاة المغرب وأولادها وبيتها يحتاجونها والمغرب تعرف دكتور له وقت ضيق محدد بنتظروا لتنتهي صلاة إذن إذن تصلي الفريضة لا الفرض له اعتبار آخر إذن سيدنا كسلم أولويات الفريضة واحد طبعا البيت اثنين ما زاد من العبادات ومنها الترويح البيت أولى حكمة الإنسان في إدارة الوقت في أن يؤديه نعم جميل جدا الله يفتح عليك يا دكتور ويزيك عنك الخير شيخنا فاصل قصير ونعود معكم ومع مستمعين لو تم حوارنا هذا وحديثنا لسعداء الاستقبال الرمضان بحول الله فابقوا بالقر حياكم الله مستمعين الأكارم على الهواء مباشرة مع فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور محمد راتب النبي سحياكم الله أستاذنا وشيخنا الفاضل بارك الله بكم منافعة بكم أهلا وسهلا بكم يا دكتور محمد هذا لقاء الأسبوع يأتي لكم مستمعين عبر أثير إذاعة حياة تفهم ويعاد بذات الليلة البث الأول المباشر يوم الثلاثاء الساعة الثالثة بعد موجز النباء ويعاد بذات الليلة الحديث عشر مساء والجمعة الخامسة مساء بحول الله أهلا ومرحبا بكم دائما وأبدا عن الاستعداد لاستقبال شهر رمضان متواصلين معكم مستمعين الكرام دكتور أكثر نصائح تنصح الناس فيها في استعدادهم وقرآن الفجري إن قرآن الفجري كان مشهودا يعني أنسب وقت لقراءة القرآن بعد صلاة الفجر وفي ذكر إن أمكن نعم وفي عبادات تعاملية يعني طعام الفقراء شهر الخير شهر الأنفاق شهر أداء الزكاة نعم فالبحث عن المساكين والمحتاجين ويعني إعطاءهم مواد أساسية أو أموال بحسب الحكمة نعم هذا جزء من الإنفاق من رمضان تاريخ نعم يتبادر دائما دكتور هو رمضان شهر القرآن والإنفاق نعم القرآن عناية فائقة بالقرآن وعناية بالإنفاق نعم يتبادر دائما إلى ذهن دكتور هل عبادة الصيام مربوطة بعبادات الأخرى خاصة كالصلاة يعني تجد أحيانا في رمضان بعض الذين حتى لم يصلوا للآن يصومون رمضان هو الجواب سيدي الصيام من أجل الصلاة من أجل أن تنعقد لك مع الله صلة والحج من أجل الصلاة من أجل أن تنعقد لك مع الله صلة والزكاة من أجل الصلاة يعني لو كان والشهادة من أجل الصلاة هي الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين كل العبادات الأخرى غير الصلاة من أجل الصلاة يعني حتى لو كان ما بيصلي دكتور يصوم على الله سبحانه وتعالى يفتح له يعني همة للصلاة والله أنا صعب استوعبها يماني السؤال عليه صعب كتير أنت عم تعبد الله العبادة الأساسية الأساسية تاركها وبدك العبادة الثانوية الصلاة عماده الدين نعم هي من أجل الحجز من أجل الصلاة والصيام للصلاة والاستقامة للصلاة والعمل الصلاة للصلاة ترك الصلاة شيء كبير أنا ما أتمنى أحكي الكلام بالإذاعة بين الإنسان وبين الكفر ترك الصلاة مش شغلة سهلة طبعا بس تركها نوعا تركها جحودا بفرضيتها كفر بواح لكن تركها تقصيرا معصية يعني يؤمن فيها لكنه يتكاسل عنها لو كنت أنا من هذه الفئة الدكتور المتكاسلة وجاء رمضان وبدأت الصيام تنصحني علىه يكون بوابة إلى نفتح مع الله برمضان صفحة جديدة جميلة والإسلام يجب ما قبله جميلة صفحة جديدة إذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أنهنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله الله أكبر رمضان صلح مع الله يا سلام من واحد رمضان الإسلام يجب ما قبله حتى لو ما كان يصلي يبدأ الصلاة من واحد رمضان إذا صلى صلاة متقنة ما يتركها يا سلام لأنه سيذوقوا حلاوة الإمان بها الله يفتح لك يا دكتور جولة جديدة من شركات مستمعين مصطفى تفضل يا أخي السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم فرصة طيبة عم نحكي مع الشيخ النابلسي فرصة طيبة سمعنا صواته أهلا وسهلا أنا طبعا بسمعك على حياة فئم بس مش كثير عم بهتجرية التصالات بس يا دكتور بس عندي سؤال بعد ذلك أنا ممرض وراح يصدف أكثر من ثلثين رمضان راح أكون فيه بالدوام اللي هي شفتاد نحكي الشفتاد اللي بعد الظهر للساح 11 بالليل أو شفتاد راح تبلش الساح 11 بالليل فرح يصدف كثير أيام ما راح أقدر أصلي الترويح في المسجد وإنت ذكرت قبل شوي أنه حلاوة للصيام ماشي لما بتجي على البيت فيك صريت من ركعات فقط من ركعات ترويح يعني مصبط يعني نحكي مصعبين طبعا أنت برمضان إذا كان هناك سبب رمعت بين خيري الدنيا والآخرة يحول بينه وبين عبادة الجماعة أنت لما عم تفقد المرضى برمضان بساعة متأخرة عبادة كمان هاي أنت عم تقوم بواجبك طيب كيف دكتور يحاول يكسب يعني الأجرين يعني منها يبقى في عناية المرضى أوما لا ترويح في بيته الترويح تصلى عشرين رقعة تصلى تماني تصلى بالبيت تصلى بالمسجد في غير خيارات فأهيك في غير هيك اليوم اللي ما في عمل يروح المسجد أي في عمل ببيت يصلي ساعة تماني ما ليستطيع أن يصلي في مكان عمله دكتور إذا كان مسموح ما في ماني إذا كان له غرفة خاصة ما في ماني يعني أنا مثلاً أفترض أنني مصطفى ممرض دكتور نعم أنا هاي الجزء من عملي ولأن أنا في وقت استراحة أو ما في عمل مو شرت صليه ورا بعضهم كله أربعة أربعة ويفقد المرضى إجا مريض شوف المريض راح وكملوه جميل جميل الله يكلمك يا دكتورنا أم عبد الله باتصال جديد تفضلي السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت إحنا كل سنة بنسمع أنه شهر رمضان أوله رحمة أوسطه مغفرة آخره وما يعتقل من النار نعم بس إخذي فهمني هذا الشيء هذا صحيح الكلام ونلاقي أنه شهر كله رحمة للإنسان يعني هو كله رحمة وكله عتق من النار إذي حكيتيهم كلهم صحيحات نعم لكن كانوا يتحدث دكتور عن يعني يعني هو لما ثبوت الحديث صام صيام دقيق الحديث صحيح نعم لما صام صيام دقيق النهاية عتق من النار إذي فتحتي مع الله صفحة جديدة ونجحتي بس مش المقصود فيها أنه أول عشر أيام فيها الرحمة أول عشر الوسطى المعنى العام نعم أول قسم ثاني قسم ثالث قسم نعم بس بس ساعات الشغلة يعني إنسان يسعى إلى كل هذه التفاصيل حتى يكتب له في نهاية العتق من النار دكتور في نهاية حلقتنا يعني ونحن كما قلنا على أبوها بشهر رمضان المبارك ماذا تنصح دكتور من هو مقصر بحق الله عز وجل مثلا هو عاقل الولدين أو ظالم ماك الحقوق ناس إذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أنهنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله إن اصطلحت مع الله في رمضان غفر الله لك ما تقدم من ذنبك أما المعاصي التي يبنى عليها حقوق العباد هذه لا تغفر إلا بالأداء أو المسامحة يعني ذنب يغفر ما كان بينك وبين الله وذنب لا يترك ما كان بينك وبين العباد هذا الذنب يغفر بإحدى حالتين إما بالأداء عليك دين أديته وغفر لك أو المسامحة سامحك أما الذي لا يغفر هو الشرك ذنب لا يغفر هو الشرك يغفر ما كان بينك وبين الله لا يترك ما كان بينك وبين العباد ونعمة بالله رب العالمين دكتور لمن يريد أن يقترب من الله سبحانه وتعالى شاب ما بيصلى ودي بدأ صلاة أخت لم تتحجب تريد الاحتشام لكن الهمة متدنية ماذا تقول لهم دكتور لرفع الهمة معلاء باب رمضان بدأ حاضنة إيمانية بده الشاب رفيق مؤمن يحضوا على الصيام والصلاة بده البنت رفيقة مؤمنة ومحجبة تحض على الحجاب وعلى الصلاة بدك حاضنة إيمانية عبر عنها الله بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكنوا مع الصادقين بدك جماعة مؤمنة مستحيل كن واحد ملتزم حوله ناس متفلتين ما بيتم ملتزم بده حاضنة إيمانية الله يفتح لكم يا دكتور ودليل القرآني اتقوا الله وكنوا مع الصادقين